كل من لم يندم على ضياع وقته في وقت إمكانه سيندم في وقتٍ لا ينفع معه الندم وتأملوا هذا في وقت الاحتضار كم قيمة الوقت للمحتضر ولأهله لو كان يمكن التأخير كم كان الإنسان سيدفع من دنياه لتأجيل سويعات الإنسان في ساعة الاحتضار يتمنى لو يمهى البره من الزمن ليصلح ما أفسد ويقدم من الخير وقد قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملوا وفي الآخرة الندامة أعظم حيث يتحسر المفرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا يا ليتني قدمت لحياتي ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير نذير الأيام نذير الشيء ونذير المرسلين أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام إذا أنت لم تزرع وأبصرت زارعا ندمت على التفريط في زمن البذري احتضر أحد العبات فقال لمن حوله ما تأسفي على دار الهموم والأنكات والخطايا والذنوب أي لا أتأسف على الدنيا إنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله ثم مات رحمه الله